كما أكد رئيس مجلس النواب أن العالم يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر وطالب رئيس مجلس النواب بضرورة إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني فورا ولا مراء أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر إن عكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية وبالتبعية سيكون لها آثارٌ اقتصاديةٌ معقدة إن طال أمدها في وقتٍ ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية يُهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقفٍ حازمٍ للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر